كانوا بعض الوزراء غير متعاونين أولها السعودية سياحة نظيفة المثل سوريا ومصر والعراق فكنت أنا أمر أسمع صوت يطير أضرب الباب يقول تلي أنا عند أختلف معه أزورة كان علاقتي معه علاقة شخصية إنه ينتجون مكيب باسمي أنا شفرك بين الموظف وبين التاجر أتذكر جاب لي بروفسور من برى البحرين وفحص عينه القدوتك وكبيرك ضل عاجز وجبل تشفى منهار وضعيف راح قرية من القرى وشم سمج قال شيون قد أقدموا بسم الصافي إحنا يمكن أخذنا الطابع التجاري لأننا عشنا في منطقة في وسط السوق يعني بيتنا في وسط السوق عاصمة المنامة فكان السوق الذهب وكانوا كل أنواع الجاليات موجودة في هذه المنطقة يمكن تختلف منطقتنا عن مناطق ثانية لأن هذه المنطقة خليطة ودائما لما تكون خليط الواحد يكون يكتسب خبرات أكثر من المنطقة إلا ما فيها خليطة خاصة فيها هنود والتجار القدامة والعمانيين والأجانب الإنجليز وكل هاي الجنسيات اللي الموجودة بالبحرين كانت متركزة في المنامة قبل لا تستويها المدن الجديدة بديت أنا طبعا من عائلة من عائلتين والدي من عائلة حجير منطقة بر المنامة والدي من عائلة العصفور مقرها في مركز هاي المنامة احنا عشنا في بيت والدي لأنه بما هي صاحبة العقار والوالد عند زوجة ثانية في منطقة مختلفة في فوبوري منطقة القرى صراحة يعني احنا نشئنا على التجارة أنا لما كنت صغيفي لابتداء درست في مدرسة ابن سيناء وبعدين انتقلنا إلى مدرسة أبو بكر في الإعدادي والثانوية خدت في الصناعة كنا بالمنعم وبعدين انتقلنا إلى مدينة ليسا حقيقة احنا تربينا على التجارة كنت أنا وأنا صغير أخذ لي بعض هاي الأكلات ما للأطفال أشتريها وبيحها عند المدرسة وكنت يعقوني بالمدرسة المدرسين لأن أتأخر راح أشتري واجيب وما كنت أهتم وبعدين اتطورت كنت أشتري أروح في منطقة يسمونها منطقة الفاضل هادي في منطقتنا يربون طيور فقمت أخذ هادي الطيور وفي سوق الأربعة ممكن أنتم ما لحكتوا عليها هادي السوق الأربعة كل شيء يباع فيها طيور ملابس أثاث تحف كل شيء كل شيء سوق شعبي قديم وهذه مشهورة أول كان السوق المنامة حين طبعاً تغيرت الأوضاع وتختفت هادي السوق فكنا نأخذ هاي الطيور نعدلهم ونشتري كفاص وكنت أروح السوق كنت أغيب يوم الأربعة من مدرسة وكنت عاقبوني يوم ثاني بس ما كنت أهتم لأن كنت أحاول أسوي لي تجارة فشوي شوي صار عندي راس مال اشتغلت ببرادات في المنامة اشتغلت بسوق المركزي الترقيت بعدين وصلت إلى مرحلة أن أقدر أطلع سجلات تجارية بديت استثمر في العقار اشتغلت دلال اشتغلت مقاول اشتغلت محلات تجارية اشتوسعت بعدين صار عمري ما يقارب 22 سنة وأنا مأسس مجموعة من الشركات ففكرت أنها توسع أكثر فاتجهت إلى دول أخرى إلى الصين تايلاند تركيا فشويت لي تشكيلة من الشركات شركة تكييف رحت قناعة شركة في الصين أنها ينتجون مكيب باسمي أنا باسمي حجير شركة حجير وخدت اسم قوي بالبحرين فترة من فترات بس ما لأسف جت الأحداث 2011 حرقوا مخازني وكان ما كنت مرتب مولة التامين للأحداث وشركات التاميقات أنت ما تغطيك الأحداث وبعد هذا المخازن اللي احترقت فيها كانت عندي شركة برك سباحة كنت أشتري بعد كنت أبيع برك سباحة وكنت أنشأ برك سباحة وكان عندي مجموعة شركات شركة أبواب أرضيات خشبية كلها راحت بالحريق يعني تقدر تقول رجعت للصفر من جديد بس بعزيمتي وكنت فيها الفترة طبعاً لما 2011 كنت منتزوج يعني قررت تزوج لما صار عمري ثلاثة ثلاثين سنة وأنا كنت وضعي المادي الممتاز فرأيت أن المرحلة اللي ما بعد الاستقرار أني يكون عندي زوجة أولاد الحمد لله تزوجت أخذت زوجتي من منطقة الحد فكان نصيبي يعني فانجبت منها ثلاثة أولاد وثلاثة بنات الحمد لله يعني أولادي اليوم بالجامعة بس اللي أخرني في التجارة وبعد قبل أن أكون لما اتزوجت عملت أن أدرس وأخذ شهادة الماجستير بالسياسة واقتصاد كنت عندي عندي هدف أن أكون أطلع للأفيد غير بخبرتي فقررت أن أدخل أخوض انتخابات غرفة التجارة وأول سنة خسرت فانس أنا فست وفست باكتساح يعني الحمد لله وأعتقد أنه أعتقد أن الكل اللي حوالي يقولون أن أنا أبدلت يعني أبدأت بلا حسن هذه بعض الصور اللي أنا يعني اجتماعاتي أنا من أسست في الغرفة اللقاءات المفتوحة طبعاً هذا الغرفة لما دخلت الغرفة وبرست كنت قريب للأصحاب القرار وكان علاقتي بسموه المرحوم سمو الأمير خليفة بن سلمان الله رحمه الله عن ذا الجنة كان علاقتي مع علاقة شخصية قريبة فكان دائماً كنت أحب أصرح بالجرائد فكنت دائماً لما أصرح بالجرائد كان يبعث لي يناقشني بالمواضيع اللي كنت أنا نزلها وكان حقيقة سبورت لي كان يعني كنت أنا يعني أقدر أقول إنجازاتي في الغرفة بفضله كانوا بعض الوزراء غير متعاونين أو مشغولين يكونون فكنت أنا أشكو عند الأمير فكان هو يؤمر كان متابع جيد ومستمع جيد وهذه الخبرة اللي أنا أخذتها من عنده فكان رحمه الله عليه دائماً يعني يناقشني بالأمور اللي تخص الاقتصاد حتى إذا عنده مسألة مثل هيئة سوق العمل مثل أمور اللي تخص مباشر القطاع التجاري كان يبعث لي ويناقشني في مكتبه نفسه رحمه الله عليه يعني كان أنا رجل مثل هذا الرجل لم أراه في حياتي كان ملم ودقيق كان يقرأ الجرايد ويحب يعرف كل صغيرة وكبيرة لتخص كل القطاعات سواء من نسبة لي أنا كان لنا قطاع التجاري وفي ناس كان الاجتماعي وكان يأخذ كل من على حدوي ناقشه وكان يعرف كل العوائل يعني أول ما رحت لي قال انت فلان والدفلان 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 ما شاء الله عليه كان الله يرحمه كان وايد يهتم بالمواطنين ويهتم بحال البحرين وفي بعض الاستقرار فكان ما أنسى مرة كتت في الجريدة ما تذكر الموضوع من كثر المواضيع ما كنت تذكر قال لي موضوع ابني هنا ديني كله ولدي بن حجير يقول ولدي بن حجير انت كتت في موضوع كذا كذا ناقشناه في مجلس الوزراء وطلع كلامك صح أنا هنا يعني مبهرت من هذا الرجل قال مشكور نبهتنا وإحنا أصححنا اللي إحنا كتبته فكان متابع جيد وكنت استفت منه دقة المعلومات كان يحب دقة المعلومات الصحيحة ما كان يحب يسمع كلمة غير صحيحة دائما دقيق وإذا أنت تتكلم بكل الشفافية وصراحك أنا قربك لما تتكلم بأمور ويكتشفها أنها غير صحيحة فهو ما يهتم عاديك بس ما يهتم بمواضيع فكنت أنا راحت هذا الموضوع وكنت أنقل كل الأمور الصحيحة وكان معظم الأمور رحلها يعني مرة كنا مع وزارة البلديات كان عندنا مشكلة كبيرة وكان الوزير دائما مشغول وغير يعني غير متعاون ويمكن لنا الضبط عندي وهاي فما كلمت اسمه الأمير وبعث له وجبنا للغرف واتصل فيني كان بره البحرين أذكر السفير الجمع الكعبي كلمني هو في إيطالي قال يخلف أنا نازل البحرين رتب أمورك أنا ومدرائي موظفين كنا ما عندك فماش يعني جينا واجتمعنا وحلينا والموضوع في الجرائد نزل يمكن هاي هني موجود فنزل بالجرائد وحلينا مواضيع جبت التجار وناقشنا كل ما يخص هاي المواضيع وحليناها وحنا موجودين طبعا هاي كل بركات سمو الأمير هيئة السوق العمل هذه المشكلة الكبيرة اللي واجهها القطاع التجاري غير كان متعاونين مع القطاع التجاري احنا ما ندم في هيئة السوق العمل بس احنا نحب نناقش يعني فيه أمور شفرك بين الموظف وبين التاجر التاجر عاش ومارس التجارة ويعرف مشاكلها سواء هاي السوق العمل او وزارات ثانية نظريا صحيحة ارقاميا صحيحة بس لما تحطها على امر الواقع ما تراح تكون طابقة هاي المشكلة اللي احنا نواجهها كتجار ولما انا دخلت غرفة التجارة عشاس احنا لنا صوت ولنا كلمة نناقش فيها الامور اللي التكنيكا اللي مفقودة عند الجهاز التنفيدي له الحكومة فكنا نناقش امور واجد وكنا نصححها يعني فيه امور يمكن يغفل عنها الموظف الحكومة يعني السيد سامة العبسي كان عنده مقتنع بامور معينة ويطبقها بحواثيرها فاحنا لما كلمنا سمو الامير فامر ان احنا نجتمع واجتمعنا وسوينا لقاء مفتوح في الغرفة وحلينا امور واجد وكان متعاون مدير هيا السوق العمل واكتشف ان بعض الاخطاء يعني يحتاج لها للقطاع التجاري دائما العقلين ممكن يطلعون بنتيجة افضل من العقل واحد اليوم الغرفة التجارة احنا اشتغلنا فيها اربع سنوات وانا كنت رئيس مجلس العمال البحريني العراقي وكنت رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والوسطى تشمل 90% من القطاع التجاري وكنت رئيس مجلس العمال البحريني الأردني ورئيس لجنة البلديات والزراعة صح احنا بعض الرسوم بعض القوانين فالحمد لله يعني كنا فترة نحس الفترة اللي كنت فيها ان احنا انجزنا بما ينبغي ان ننجزها طبعا خلصنا مرحلة الغرفة جاينا مرحلة مشاكل اللي كورونا اللي جبت الاخيرة الحمد لله انا كنت من احد اللي كان لي حضور في الحوارات الوطنية كنت انا مبعوث من سمو ولي الاهد حفظه الله ورها الى سبع الجمعيات السياسية انا من ضمن مجموعة وكننا نناخشهم ونعادل بين الطرفين احنا كنا يعني كنا محايدين لا نعتبر احنا معارضي ولا احنا نعتبر حكومي كنا احنا ننقل صور صور الوجهات النظر واللي احنا نشوفه صحيح فنصحنا المعارضة بامور واجد اتذكر ان انا لما بعثنا سمو العهد الى الجمعيات السياسية اشتمعنا معهم في جمعيتهم وخبرتهم ان سمو الامير طلع بالتلفزيون وقال في اتفاق ثمانين بالمئة اتذكر هذي قلت لهم اخواني لا توافقون ثمانين ووافقوا باربعين انتو الكسبانين واسعوا خمسين وستين ادخلوا انخرطوا في العملية السياسية وان شاء الله الحكومة ارى ما راح تقصر اتذكر هذي قلت لهم ان العربية العربي هاي خذعة راح تنكشف في المستقبل معلاسف يعني كانوا ما اهتموا بهاي الاراء وصروا على اراهم وخسرت البحرين فترة من الفترات وكنت انا من ضمن بعد هذي الشي هذا من بسيوني الحوار الوطني هكي هذي الشي هذا كنت احد الشسم المناقشين او طارحين الافقار في الحوار الوطني هذي حتى هاي المناقشين الحوار الوطني اخ في هذي الشهادة اللي صار لنا يعني سمو ولي العهد حفظ الله يعني اكرمنا ان احنا نكون من ضمن الوجهاء والعيان المنطقة والنخبة المواطنين هذي الشهادة التوقيعات اللي اخ مبادرة حك سمو ولي العهد وهذي من السمو ولي احد شكر بمشاركتي بعد هم نصحنا المعارضة ان هذي خارطة الطريق وانخرطه بالعمل السياسي في حكمة احك سمو ولي العهد اخ سمو رئيس الوزراء الله يرحمه دائما اتذكرها يقول هذي غير معارضة هاي معارضي فرق بين معارضة ومعارضين المعارضة تنخرط بالعملية السياسية وتحاول الصلح المعارضين يعارضون كل شيء تعطيهم هذي المشكلة الكبيرة اللي وقعوا فيها المعارضة في شيء يسمونه معارضة وفي شيء معارضين انت المعارض يعارض كل شيء انت تقطي هايها المعارضة لا المعارضة انت تطرح وجهة نظرك وتناقش فهذي يعني انا يعني يؤسفني المرحلة اللي مرت فيها البحرين في تجار عدد كبير صار في وضع لا يحسد عليه صارت حرق بعض الشركات شركات او بعض المخازن فسببت خسائل القطاع من ضمنهم انا انا خسرت تقريبا ما يقارب ستين سبعين بالمئة من تجارتي فشافينا شوي جتنا كورونا بعد يعني طيرت من المتبقي فاليوم احنا في وضع يمكن مستقر بس مهدد في اي وقت في حال ان ترجع كورونا بشكل جديد اول مشروع بحياتي كنت عمري 12 سنة شفت هندي عند المدرسة يبيع اكل اي الاشياء مع الحلويات مع الاطفال فجمعت لي مبلغ من مصروفي احنا مصروفنا اول كان ميت فلس هاي الميت فلس نقدر نشتر بها بيبسي نقدر نشتر بها سندويج وناقل اسكريم ونخش شوي منها فكنتها جمعتها جمعتها بكر عشرين ربية دينارين ريت السوق اشتريت لي هاي وربحت فيها فبيعتها في كلهم في نفس اليوم بعتها في يوم ثاني اشتريت الضعف فيعني بديت بنبلغ زهيد دينارين واخر السنة صار عندي يمكن مئة وعشرين دينار هادي المئة وعشرين دينار نقلتني نقلة ثانية فكرة ثانية احنا مدرستنا في ابن سينا بالمنامة في فريق الفاضل هذا فريق الفاضل العوائل كانت تتربي طيور احنا سميهم طيور هند فكنت انا امر اسمع الصوت للطيور اضرب الباب تبيعون يقولك ابن بيع يبيعون لزيادة كانوا اول البيوت كلها تنتج يعني وتبيع فكنت اروح هنا اشتري وكان في محل بالعدلية يبيع اكفاص اروح اشتري الاكفاص الدمج وصلحها واشتري الطيور واحد كل طيرين وارروح سوق الأربعة اتذكر اشتري الطيور على دينارين ونص وكنت ابيعهم على ستة دينار فكنت يعني في كل طلعة السوق الأربعة اشتري اطلعني ما يقارب 150 دينار لمئتين دينار فهذه الفلوس جمعت وصلت اعتقد كانت ستمائة دينار وقفني واحد اتذكر فريق الفاضل وضربني واخدهم من عندي فما يأست يعني فقمت بعدين احافظ على الفلوس اخشي شوي واخلي شوي فكانت حياة حلوة صراحة فبعدين جمعت لي مبلغ دين فتحت لي محل تجاري اتذكر فتحت صالون وبعدين كنت انا بالجامعة البحرين ادري السيفل انجينير هندسة المدنية وكان عندي مقاولات وكان عندي مشغل ملابس جبت لي من تايلاند وكنت انا اقعد الفجر اقعد الفجر اروح اروح اوصل العمال واخلص مشترياتهم واروح الجامعة اصبح واروح الجامعة وانا بالجامعة كنت اتابع كانوا فيه تلفونات يسمونهم الزاجل الابيض هذا قديم كان اشتريت ب 1800 دينار كان عندي فلوس كنت اشتغل فكان الوحيد بالجامعة اللي عنده تلفون يعني لف سنت كم بخورس؟ سنت اعتقد في التسعينات واحد تسعين ما بدايت زهر المبايد ايه بسانة كان عندي قبل هاي يعني اول ما طلعوا التلفونات انا كان عندي فقبل هادي كنت اشتغلت وانا صغير بعيد من ضمن الشغلي اشتغلت في محلات المحلات البرادات ولمبرادات اتكر اتكر اشتغلت في السوق مع الملابس فكان عندهم مخزون فوق هو محل صغير وعنده استور فوق اتكر طلعت احديق كبيرة شدي وصنادل قمت نظفتهم وحطيتهم في الشوكيس أول سنبانترينة المصريين نسميها شوكيز فصفيتهم وبيعتهم جاي قلت لها أكتفضل قالي موين الفلوس هاي قلت لها طلعت اللي فوق استغرب قالي شون طلعت شون بيعتهم ديني ما ينباعهم قلت لها بيعتهم قلت لها كون قصيت عليهم قلت لها قصيت وحطيتهم بسعر اشتروهم فكان عندي بعدي يعني الحمد لله ونصغير هذا الحد شي في عشر سنة اربعة عشر سنة فكان عندي بعد تجاري فهاي اللي خلاني اتطور اتطور احنا يمكن يمكن مراحلنا كانت متنوعة لان احنا في منطقة نفل ما قلت هكا قبل لان احنا في وسط السوق يمكن اللي لو موجود في منطقة ثانية ما كان وضعي هذا الحمد لله يعني وصلت في هاي كل المراحل وصلت الى ما يطمح ليل رحت مع جلاط الملك وفود رحت مع سموه رئيس الوزراء الله رحمة الله عليه وفود رحنا وانا مثلت البحرين في دول واجد رحت امريكا رحت روسيا رحت ايطاليا رحت تركيا رحت امان رحت معظم دول الخليج يعني الحمد لله يعني متنوعة اعتقد ان السموة للعهد حفظه الله ماشى على خط صحيح وسريع اولا بده يدقق على الرقابة المالية التقرير السنوي ويدقق فيه ويدقق على الوظائف ويدقق على مناصب منه يستلمها غير 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 معظمها غيرها الى الافضل انت اذا حبيت تطور اصلاح بيتك قبل التطوير اعتقد ان سموة حط لجدول وحط لفريق عمل والله يوفق ان شاء الله واعتقد ان المسار واضح مساره والمشاريع اللي قاعدين يطرحونها مشروع ولا مشروع اذا شافت النور هاي المشاريع اعتقد ان البحرين بتصير من دول اللي اقتصادها قوي خاصة هذه المدن الخامس اللي اعلنها سمو الامير وان هذه راح تجدب رؤوس اموال من معظم دول العالم وراح يغيرون قاعد يشتغلون حتى على التأشيرات والاقامات والاقامة الذهبية كل هذه القاعدة للانطلاق تشتغلوا على مطار البحرين يعني انت قبل لا تشتغل لازم تعدل ارضيتك فانا اعتقد ان الارضية اليوم صلبة او راح تصير صلبة وراح ينطلق منها الاقتصاد القوي في البحرين تحت قيادة سمو الامير القطاع العقاري مر في مراحل واي صعبة يعني ما يخفى على الجميع الازمات العالمية اللي مرت من عزمة الالفين والثمانية من العزمة العالمية وبعد عزمة 2011 وكورونا كالدول العالم انهزت في العقار و مر عليها امور صعبة فانا اعتقد البحرين اليوم مثلها مثل هاي الدول بس البحرين تحت حكمة سمولي عهد وتحت الأنظمة الجديدة اللي يطرحونها راح نتعداها وجلب رؤوس الأموال تحت هذه المدن الجديدة هي راح توظف عدد كبير من عاطين عمل راح تجيب حركات تجارية راح تحرك تدوير الأموال داخل البلد تنوع مصادر الدخل هاي كلها اعتقد انها راح تتطور بالقوانين هالي اللي أسناها سمونا أمير احنا نتفق ان السرعة مهمة ان الامارات سريعة قطر سريعة حتى اليوم السعودية المملكة العربية السعودية سريعة احنا يعني الامكانيات تختلف البحرين اعتقد يعني الازمتها الكبيرة سيولة احنا مدخول العام مدخول البحرين على الدين العام اللي موجود وقاعدين نمشي بها الطريقة انا اعتبرها جيء ممتاز المنافسة صعبة يعني اليوم المنافسة صعبة بس الافكار اللي قاعدة تطرح اليوم انتني في السنغافورة الدولة كانت فترة من فترات تبت انضم لبعض الدول مقابلة تنهام فقر وضعف بس جت عقلية اتغيرت هذه الى 360 درجة اليوم عقلية اللي موجودة عندنا سمو العمير احنا نتأمل ان نضم قوانين وفعاليات للسياحة يعني اليوم الثورمولا هنشتغلت جزء الجزء راح تشتغل الاجواء عندنا بعد احنا مشكلتنا عندنا اجواء صيفية حارة بس انا لا تشوفها يعني ان حتى اليوم الحند اتجهت الى البحرين حفلات زواج شغالين بس بعد اعتقد يحتاج الى ضغط اكثر الافكار ممكن تنوجد البحرين ممكن تدخل فلوس بتنوع مصادر تدخل بالسياحة مهمة السياحة اليوم احنا البحرين عندها جزر واعلنها سمو الامير هذي ممكن تسوي مناطق سياحية والترويج مو سهل يعني انت اليوم البحرين ده بتقارنها بدول اللي مثل سوريا ومصر والعراق عندهم حضارة قديمة وجاهزة بس تعديل انت اليوم تبقي توجد وهذا الصعب بس اعتقد يعني ان ممكن ممكن ووزارة السياحة ووزارة التجارة والسياحة شغالين بس اعتقد ان عندهم نقص ويبقى لهم افكار اكثر اكيد طبعا القطاع السياحي مهم وتحتاج الى التنوع يعني اتمنى ان يواكبون دول اخرى مثل دول اخرى ان مثلا في نيفورسل ستيديو في امريكا ممكن يتعقدون يوم هليود ممكن يتعقدون مع ديزني في شركات عالمية اليوم ما عدنا احنا بالبحرين ترفيه اول حال السعودية السواحد هنا بالسعودية بالعداد كبيرة حقيرو هون بالسياحة النظيفة اللي هي العابة الاطفال في الديزني ما ديزني انا اعتقد لو الوزارة تهتم ان تستقطب بعض الشركات العالمية اذا الهيئة تستقطب هالنوعية من الشركات الترفيهية اعتقد يمشون على الطريق الصحية في تنوع مصادر الدخل والسياحة من ضمنها حتى البحر يوم البحر انت هذا يفتقدون دول كبيرة في العالم انت عندك خزينة عندك بحر يحلم فيه ملايين الملايين ممكن انت تسوي جزر بس حق البحر انشطة بحرية فنتمنى من وزارة السياحة ان يفكرون بتنوع مصادر السياحة وتشكيلات مختلفة نتميز فيها في البحرين تشوف انا احترم الجميع احترم اللي يشتغل اللي ما يشتغل اللي علاقات الشخصية ما عندي اي مشكلة فيها انا اختلف بالعمل انا لما كنت عضو مجلس ادارة كنا نختلف واحنا على الطاولة ناقش شديد دفاع عن قطاع التجاري بس ما اطلع من القاعة كلهم اكبر مني سنا الا اي واحد شديتي يا ابو سراسة واعتدر له انا عندي الاعتدار مهم والاحترام مهم انا طيب مع كل اعضاء مجلس الادارة حتى اللي ما يشتغلون اختلف فيها بالعمل بس ما اختلف فيها شخصيا انا ما اربط العلاقات الشخصية مع العلاقات العمل انا اقول للشخص انت في وجه انت مقصر مقصر بعملك وليس مقصر باخلاقك اعضاء مجلس الادارة كنت اشد معاهم في بعض الاشياء اللي تخص القطاع التجاري وانا شخص يعرفوني الكل يعرفني لما كنت عضو مجلس الادارة استدبح بامور تصحيح اوضاع غلط في القطاع التجاري وليس مع اي احد عداوه الى اليوم انا علاقتي مع الرئيس الحالي كان عضو معانة السيد سامير ناس الوجيه سيد سامير ناس علاقة ممتازة بيني وبين اتصال وساعات اعلق على بعض الامور وهو يتقبل من عندي بس انا اتمنى ان الدورة هذه يهتمون اكثر للقطاع انا والله انا من الناس اللي انتظر رمضان بالسنة انتظر متى يوصل رمضان مو بس للعبادة عبادة جزء يعني مقدس قراءة القرآن والصلاة وهذا شي مقدس ما نتكلم به العلاقات الاجتماعية انا استمتع لما ازور كل مجالس البحرين حتى اللي انا اختلف معاه ازوره وطيب خاطر الجميع وعد اصلح العلاقات كلها رمضان اعادة العلاقات الاجتماعية راح قرية من القرى وشم سمج يطبخون قال شون قد اكن يون سمج صافي فقالوا لا يتفضل ودخل وقعد يتغدى معاهم انسان بسيط اجتماعي مع الناس بساطة الناس قيادتنا 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 موثل بجلالة الملك وسموه رحمة الله عليه وسموه ولي العهد الناس مستمعين ويهتمون بمواطنينهم وهذا ما توجده في اي دولة في العالم اليوم انت كمواطن عادي ممكن تشوف جلالة الملك تشوف رئيس الوزراء الله رحمه تشوف ولي العهد هذا الطابع اللي احنا ناجحين فيه في البحرين او احنا يحسدون ان عليه مو موجود في اي دولة في العالم انك انت انسان بسيط ممكن تشوف جلالة الملك ممكن تتكلم معاه ممكن يسمعلك ممكن يعطيك احتياجاتك هذه الاجواء ما موجودة الا بالبحرين وسموه رحمة الله عليه كان اي واحد يسلم عليه يسلم انت والد من من يقول له اسم العائلة يقول له ابوك كان معانا كذا ورحنا تجذي ورحنا كانوا من يومهم الطفولة مع الناس مع جيل وراجيل ويحب يتشوف اللي يروح يكون ولده مكانه حفيده موجود حريص انه يكون مجلسه مفتوح يتقرب للناس قيادتنا الله يحفظها ورحمة الله على الامير وايدين قريبين للناس وهذا اللي تخليك انت مرتاح نفسيا انه انت بحماعة ناس بسطاء على عظمه على ملوكهم بس بسطاء في الاخير هذه الحمد الله انا احمد الله في هذا البحر الوالد من قرية يسمونها قرية بوري وهو ليه مكانة كبيرة في القرية ويعتبر عميد عائلة حجير قريب للناس ويواصل كل الناس واحنا تعلمنا منه هذه اخلاقنا مبادئنا تعلمناها منه ان احنا الفقير والغانية والكبير والصغير نتعامل معا نفس المثواصية وانشئنا على هذه الاخلاق انشئنا ان احنا لا تنام وانت ظالم احد نام وانت مظلوم بس ما تنام وانت ظالم احاول دايما نصفي قلوبنا مع الناس قبل لا نروح النام نعتدر الاعتدار ناس واجدهم صعب احنا لا سهلا عندنا الاعتدار اذا احنا خطأنا نعتدر وهي تربيتنا تربيت والدنا الوارد رحمة الله عليه كان حريص بالزيارات جمع العائلة كان ليه مجلس في القرية برمضان يجتمع والناس يجتمع عنده والزيارات فاحنا تعلمنا منه الكثير رحمة الله عليه مثل الاعلى تعلمت للذوي كثير تعلمت منه هذه اللي انا موجود منه كلها الصبر واحترام الناس والتقدير وعدم التسرع وزيارة الناس كلها تعلمناها منه والحكمة اهمشي الحكمة احب الناس اليك الوالد كان محبوب اليوم لما توفى ما في احد اللي قال رحمة الله عليه بالالاف اللي طرشت المسيجات يمكن اكثر واحد شفت انا جت مسيجات هذا يعكس ان الناس محبتهم الى الشخص الوالد كان العلاقتي معاه يمكن غير عن اخواني كلهم انا الوالد يعني الين ما مات كنت بوهيت قريب اليه وما قطعته وظل راح بصره وواصلت وحاولت توديه بره البحرين وحاولت داخل البحرين والامير خديفة رحمة الله عليه ووصاني عليه وسوى عليه عملية بحينه يعني هو صديق الوالد لما توفت الوالدة جاف الوالد نظره ضعيف فقال ولدي ابن حجيل ليش الوالد شدي فاتذكر جاب ليه بروفسور من بره البحرين وفحص عينه بس الوالد لانه كبير في السن والدمج بالعين صار كبير فالوالد تعب فيعني انت لما تقول تجيبها بمرارة ان القدوتك وكبيرك ضل ضل عاجز عاجز مرارة في القلب انه فقط بصره فقط قوته فانت لما تشوف واحد قوي وبصره وجبل تشوفه منهار وضعيف هذه مرارة يعني ما انساها انا ضليت مع الوالد الاخر نفس في عمره يعني مو بسنا طبعا انا واخواني بس انا يعني لانه كان دائما اشي دبني دائما يقول ولدي خلف ولدي خلف يتباهى فيني فدائما يذكرني في كل ولو ان انا ماء انا اصر للأولاد مو اكبرهم بس ما يجيب لا اسمي دائما يذكرني اسمي ولانا اكبر منهم شانا يعني بس هو دائما يذكرني انا فهذه العلاقة اللي بيني وبينها روحانية هو بعد يبادلني نفسها فانا مادري علاقتها مون اخواني اشلوم بس انا علاقتي وياه يعني انا اليوم ما نسيت انه توفى يعني انا بلحين انا كل جوج قميص اذكره عنه اطرش ممكن تلاحظت في السوشي ميديا اطرش صورها اطرش اطرش ترحة واجه اخواني ممكن هفتت بس انا لحين كان امس متوفى ما زالت عندي أذكرة يومية ما راح نبالي صحيح نصلي سنة وشهرين ودخلنا الثالث يعني هو مات في نفس فترة اللي مات فيها اسمه الأمير بينهم ممكن أسبوعين يعني أكثر اثنين قدوتي في الحياة راحوا في نفس الوقت في نفس خلال شهر واحد فهذا ما ينسه يعني رحمة الله عليهم اثنينهم إن شاء الله أتمنى من جميع في شهر الكريم شهر رمضان أن ينطفوا قلوبهم وأن يواسوا بعضهم وأن يدعمون بعضهم رمضان ليس فقط للعبادة رمضان يفتح القلوب تنطيف القلوب أتمنى من الجميع من كل من اللي نعرفه أو اللي ما نعرفه لا تخلي في قلبك درة من الزعل أو البغضان لا على أخ ولا على والدعم ولا على صديق والعيان نتمنى من الجميع الأخوة الارتباط والدعم للجميع وهذا اللي نتمنى للجميع والصحة والعافية